موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم بسمك اللهم نمضي على طريقك فثبت اللهم أقدامنا على طريقك وما أجمل أن نستفتح بها كل حياتنا وشؤونا اللهم ارزقنا بركاتها وأسرارها يا رب العالمين أهلا بكم في فتاوى الناس نتحدث اليوم ونستأنف الحديث عن قيام الليل وسؤال الحلقة على صفحة الفيسبوك برأيك ما أفضل وقت لقيام الليل ومعنا اليوم فضيلة الشيخ أحمد وساب أمين الفتوى بدل الإبتاء المصرية الشيخ أحمد أهلا بيك وكل سنة وانت طيب أهلا وسهلا بحضراتكم سعدنا دائما بحديث مشيخنا عن قيام الليل وأن شرف المؤمن في قيام الليل أو يعني هذه الأفضلية وهذه المقامات للترقي في وقت غفلة الناس يقوم المسلم ليصلي لربه ركعات كثيرة أو كما يشاء له ربه هنا البعض ربما يتخيل أو يتصور أن قيام الليل مختص برمضان وأن في رمضان أفضل من غيره من الأيام الأخرى أو من الأشهر الأخرى فكيف ترى هذا الوبع؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم بادئ ذي بدء في هذه الحلقة في هذه الليلة المباركة ليلة يوم الاثنين وليلة غرة شهر جماد الأولى فغدا هو الأول من شهر جماد الأولى كما أعلنت دار الإفتاء المصري الله سبحانه وتعالى اختص بعض الأمكنة على بعض واختص بعض الأزمنة على بعض ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى ربط الليلة بتلاوة القرآن فقال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الله ترقي ومقامات نعم مرتبط هذا بذاك ويقول سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وفي قراءة وطاءا وأقوى مقيلة قم الليلة إلا قليلة قم الليلة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا شك أن لرمضان وليليالي رمضان ذلك الشهر المبارك الكريم الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بنزول القرآن فيه نعم لا شك أن له مزية عن غيره من الشهور في قيام ليله وفي صيام نهاره إلا أنه ينبغي على الواحد منا ينبغي على المسلم أن يجعل رمضان هو البداية ولا يقف عند هذا الحد فهذا شهر تتنزل فيه الرحمات هذا شهر تصفد فيه الشياطين هذا شهر فيه الرحمة وفيه المغفرة وفيه العطق من النار يبدأ المسلم منه ليقيس على ذلك باقي سنته فإذا ما تعود في رمضان على قيام الليل وحبذ أن يكون هذا جماعة فإن عليه أن يحافظ ولو على القدر القليل من ذلك في سائر سنته سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكت له السيدة حفصة عن رؤية فيها من البشرى عن سيدنا عبد الله بن عمر فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل وقال في حق سيدنا عبد الله بن عمر قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل فولو أن يصلي المسلم ركعتين بعد العشاء ثم يوتر بنية قيام الليل نعم ده شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدى فيه فضل أكتر من كده يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله شوف شوف الفضل وفاز بكل هذه الحسنات وفاز بكل هذه القربات إلى الله سبحانه وتعالى وبكل هذه الأنوار أنوار الليل طيب اسمح لي فضل الشيخ أحمد معايا اتصال من سو السعيد سو السعيد أهلا بيك هلو طيب حتى يعود حتى يعود لاتصالات مرة أخرى ونحن في انتظار لسو السعيد وفي انتظار كل من ونسعد بكل من يتصل بنا طيب عايزين أرجع لأوضل وقت لقيام الليل ربما جاء فيه إجمالي ما تفضلت به منذ قليل ولكن نريد بعض التفاصيل للتوضيح بشكل يهمنا جميعا أفضل وقت لقيام الليل متى هو احنا عندنا عاوزين أولا نحدد متى قيام الليل تمام قيام الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الفجر الصادق طيب الأفضلية ورد ذلك في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب القيام إلى الله قيام داود عليه السلام كان كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم كان ينام نصف الليل وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ كان يقوم ينام نصفه نصفه وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ يعني إيه يعني التلت اللي هو بعد النص اللي هو السدس الرابع والخامس هذا أفضل وقت لقيام الليل وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينام بعد ذلك طب ينام ليه قال لك حتى لا يرى في وجهه الصفرة في الصبح حتى يكون العمل خالصا لوجه الله الكريم ما يبانش إن أنا كنت سهران بصل فيوم أجي إيه أنام لنص الليل أخذ كفايتي من نص الليل وبعدين أقوم الثلث اللي هو السدس الرابع والخامس ثم أنام بعد ذلك إلى الفجر فإذا ما قابلت الناس في الفجر دانا علي أثر النوم فلا يرى في أثر الإجهاد وصفرة الوجه وهكذا اسمح لي فرشل أحمد معايا أمم محمد أعترف أمم محمد أهلا بك ورحمة الله وبركاته فضلي فن كل سلام أنت طريبين وأنت بألف صحة وسلامة يا فندي متفضلي سيدس حسن بالنسبة للصلاة الفايتة أيوة الصلاة الفايتة بصلي للصلاة الحاضرة يعني الفرد وصلي فردين من الصلاة الفايدة أيوة الفرد لو كان معاك الشيخة فضلت الشيخة أحمد السبوع الساد فبقول النوافل لازم تعاد لا يعني هو هنرجع وهنوحنا بنجيبك هنوضح لك الأمر يعني ربما التبس على حضرتك الموضوع بس ولكن يا فايته والنوافل ولا أعمله بالظل ألو يا أستاذ هند أهلا بيك معلش أنا عندي ثلاث أسئلة كل أسئلتك أهلا بيها يا أستاذ هند تفضلي ماشي أنا وجدك أن جاء مش يغل في عربية خوطته وتوفى هل هو كده شهيد زوجي توفي في حادث سيغرة وفعلا بيشفع لسبعين من أهله وهل أنا لو صبرت وربت أولاد يعني معي ولد وبيته وربتهم هل بعد ما ربنا يفتكرنا هجابله لو صبرت آيو حاضري فان السؤال التالت إيه شكرا شكرا البقاء لله يا ستة هند وربط الله على قلبك يا أستاذ هند يا رب يا رب معي اتصلتاني ألو يا أستاذ سعيد ألو يا أستاذ سعيد طيب حتى أستاذ فادي أهلا بيك يا أستاذ فادي يا أهلا بيك يا أستاذ فادي أتفضل يا أستاذ فادي ألو ألو عايزين صوتك يا أهلا قليلا يا أستاذ فادي طيب هنعاود لاتصال مرة أخرى أو في انتظار اتصالك مرة أخرى نعود للأوقات وبركة الأوقات وما فيها من بركات ونحصل هذه البركات في الأوقات التي نقوم ويا قلنا متى نقوم وكيف نحصل يعني القدر الأعلى من الثواب قيام الليل المزية فيه تلاوة القرآن وتكون في هذه الصلاة خصوصا بتأنن ربنا سبحانه تعالى لما قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيله فسيدنا عبدالله بن مسعود يقول لا يعجبني الرجل يريد أن يدرك نهاية السورة عملي عد لا مش الغرض من الكام مش الغرض الكام مش الكام من الغرض في الصلاة الليل الكام ده الكيف الله ولذلك يقول إيه هي أشد وطأا وأقوى مقيلة يعني هناك تناغم بين السمع والبصر واللسان والقلب هناك توافق وأقوى مقيلة هناك تدبر هناك تمكن في التلاوة فلذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يفتح على قائم الليل فتوحا يعني لا يدركها إلا من ذقها ومن ذق عرف طب اسمح لي معا له سيزانا ديا سيزانا ديا أهلا بيكي طيب معا يا أم عبدو يا أم عبدو أهلا بيكي أهلا بحضرتك يا أستاذ حاجم بارك الله في حضرتك وشيخنا فوق شكرا يا سيزانا ديا سمحت ليه سؤال عن صلاة ما هي صلاة الأوابين صلاة الأوابين حاضر عايز أعرف ما هي صلاة الأوابين تمام السؤال التاني إيه إذا كانت سعلا في صلاة يعني سمعت بأذا الاسم بيكيه إمتى بنصليها حاضر 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 هلسعلا هي بين المغرب والعشا هنسمع من الشيخ أحمد هيقول لنا إيه دلوقتي طيب فيها سئلة تانية مع حضرتك طيب شكرا معايا اتصال تاني ألو يا أستاذ رجب السلام عليكم أستاذ حسن يا أهل أستاذ رجب تحياتي ليك يا فندم من الأكثر وتحياتي للدكتور وتحياتي للفريق الأعداد وخناة الناس يا فندم أهلا وسهلا يا فندم أهلا بيك الله يبارك أهلا وسهلا أهلا وسهلا فضل يا فندم والنبي يا شيخ رشتة وسق عشر فضل بالنسبة رشتة لبلدنا مثلا عشان بلد فقيرة على كدها السحر والدجل والحسد أه لأنه بصراحة بيدحك علينا كتير جوه الله يا شيخ من السحر والعمل والحسد طب احنا مش عايزين حد يضحك علينا بالكلام ده هنرجع لفهم بلد فقيرة بلد فقيرة بلد فقيرة بمركز رسنا ده بلد فقيرة ناس غلابة حاضر يا فندم لو الواحد يتحرك لو تحرك منها الطبيق بيقولك عمل لي عمل حاضر يا فندم حاضر يا فندم اه بالنسبة للسؤال التالي في واحد طبعا باخد منه مبلغ وبتعايي بيه بصراحة بمارد الله فالرأي البيع يأخذوا مني فأنا منيك كده أعاوز نفسي أعدي له حاجة فوق المبلغ بتاعه وأقوله مشتكرين يا شيخ هل يا جوس يعني هو سلفك مبلغ أنا بيديني مبلغ بصراحة أتعايي بيه وأنا لله الحمد ربنا بيكرمني يعني يعني بيجيب حاجة مثلا ربنا بيكرمني يا شيخ يعني المال ده اللي هو يا سيد راجع المال اللي هو بيدهولك ده على سبيل الهبة ولا على سبيل السلف لا بيدهوني سلف الراجل يعني أروح أتسلفه منه وأتعايي شانا منه أو تشتري حاجة وتبيع وكده يعني وربنا بيكرمك لا سبحان الله ربنا بيكرمني حاوزه مثلا رجل المبلغ بزايد أبعثه أديله هدية أديله حاجة وهو أبدا لم يشترط عليك شيئا لا أنا بيستعدني الرائل لله شكر الله لا شكر الله لا شكر الله لا شكر الله لا شكر الله حاضر يا فهندما حاضر يا سيد رجل عندي اتصال تاني يا أم محمد أهلا بيكي أهلا بيكي سيد حاسن عامل ايه أهلا بيك يا أم محمد تفضلي السؤال حضرتك ايه بقول لك بسي تكلم الدكتور طبعا تفضلي يا أم محمد وسامة حضرتك الحمد لله تفضلي يا سيد أم محمد بقول لك يا دكتور بسي كاليه عندك سؤال اللي انت عايزك بس اتجاوزنا عليه وتطميننا عليه ده حاضر يعني لو ايه شعور اما الواحدة تتجاوز عارفي وجعوه عارفي مثلا ايه كل مشهور والناس كلها عارفة بي واخواتها وكله وما جاء طلقها بس ولا رمع عليها يمين طلق ولا قطعوا الورقة هم اتجاوزوا ازاي يا ستة امه محمد يعني هم اتجاوزوا بالاجاب والقبول وفي شهود في مجلس العقد وكل حاجة اه بس عارفي ماشي يعني مش متشجل ليس موثقا لا مش موثق وبعدين وبعدين بقى يام حبت تسيبه يلا اطعت الورقة بس كده اطعت الورقة بس كده اه يكن ولا هو رمع علي من طلق ولا حاجة ده عندها كم سنة الستة دي عندها ثلاثين سنة هل بعد الورقة دي تزوجت مرة تانية ولا لم تتزوجها اه اتجوزت مرة تانية اه تحاضر هي دي النقطة بقى اللي احنا هنتكلم فيها ونشوف اه شيخ احمد هيقول لنا ايه او يقول لها ايه طيب طيب اه 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 فيها السؤالة اخرى يا محمد طيب معايا اتصال تاني دي النقطة بقى اللي اتصال تاني خلني ارجع لي هل قيام الليلي صلاة فقط ام انه مليء بألوان مختلفة واشربة مختلفة يعني اشربة من الطاعة ومن الاذكار ومن الاذكار ومن القربات افضل قيام الليل الصلاة لكن هذا يعني لا يجعل غيرها من قيام الليل فاذا ما جلس المسلم يذكر الله فهذا من قيام الليل اذا ما جلس يقرأ القرآن فهذا من قيام الليل سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اه يعجز احدكم ان يقرأ ثلث القرآن في ليلة شوف فالصحابة بيسألوه ازاي يعني قال يقرأ سورة الاخلاص فانها تعدل ثلث القرآن يجلس لمدارسة العلم لمدارسة الامتحانات احنا دلوقتي في زمن او في وقت ايام امتحانات فاذا جلس الطالب ليذاكر ونيته انه يتعلم هذا العلم لله عز وجل وليفيد مجتمعه فان هذا من قيام الليل ده نقعد بتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه المذاكرة وبهذه المدارسة مش احنا بنقول ان الذي يخرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع فكذلك اذا يعني ذاكر في هذا الوقت من الليل وهو ينوي هذه النية فان الله سبحانه وتعالى يعطيه على قدر نيته هذه اسمح لي فضل الشيخ احمد وسام معايا ام احمد على الهواء ام احمد اهلا بيك يا فن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي فان لو سمعتك تعيز اسأل الفضيلة الشيخ اه ختم القرآن وقراءته وتوزيعه على روح المتوفي يجوز ولا حرام ده السؤال الاول وتوزيع الثواب ايوه على من على الوحي المتوفي على من توفى اه اه من توفي حلال ولا حرام حاضر السؤال التاني ايه السؤال التاني يا فن لما اجي اقرأ القرآن مثلا ووهابه على روح زوجي مثلا هل يجوز اقرأ القرآن وانا بصلي يعني اصلي واقرأ مثلا جزئين او ثلاثة او كده على روحه في نفس الوقت افناء الصلاة حاضر يا فن السؤال التالت هل قراءة القرآن في المقابر حرام ولا حلال طبعا احنا بنروح ندعي بس بقى برضو بنحب نقرأ القرآن يعني شوية بدل ما نقعد نتكلم هل ده حلال ولا حرام برضو حاضر يا فن تحت امرك تحت امرك كترخيرك عندي سؤال تاني او اتصال تاني قالو يا اساس محمد اعزائي حضارك يا فن يا اهلا وسهلا اتفضل يا اساس محمد ربنا اخليك الان ده سؤال بس الشيقة احمن بعد ايه السؤال يا فن احدك والدتي بس مريضة يعني بتاخد معايش شفاها الله وعفاها ربنا اخليك ام بتاخد معايش فمرضت فجأة يعني زي حاجة زي دايما كده فمش عارفة حاجة خاصة يعني حصل عندها حالة من عدم الادراك اصدق اه تمام كده تمام فهي ما اضعفش حاجة فانحنا انا واخواتي خمسة بنات اخوة اخوة مو كانت واض معاي ويالا ده معيانا دلوقت فالمعاش بتاعها دلوقت من حق مين مثلا نعم المعاش بتاعها من حق مين المعاش مش انت يا استاذ محمد انت معانا على التليفون اه معاك افاني مش انت بتاخد المعاش ده وتصرف عليها ايه افاني بجيب لها مستلزماتها والادوية بتاعتها طب خلاص احنا ادينا بنجاوب لايفة هو على طول وانت معانا على الخطة هو مباشرة ان ده فلوسها وانت بتصرفها عليها ده مش مراس ده صاحبة المال عايشة وبناخده من هنا نصرفه عليها وهو المتكف يعني هو يعني هو القائم على رعايتها وهو القائم على رعايتها نعم نعم اخواتي بتقولوا اللي هم عايزين فلوس من المبلغ ده ياخدوا فلوس يعملوا بها ايه ده يقولهم ده يا دوب اللي جاي رايح لمصرفها ودواها وعلاجها وخدمتها الا بقى لو هي يعني اموال طائلة الكلام لا لا ده معاش عادي يا افاني معاش عادي اللي هو يا دوب يكفي نفقتها بالعكس يعني اللي انا فهمه من حضرتك ان انت ده انت بتكمل عليه يعني الحمد لله ولا ده مش حاصل او سيد محمد لا هو صح حضر يعني بيفيد حالات بسيطة يعني 345 كده يعني يعني انت دلوقتي المعاش ده مش هو بيروح في النفقة عليها اه بيفيد منه برضه حالات بسيطة كده بيفيد منه اللي بيفيد منه ده بتاعها هي ما هتحتاجه صحيح هتجيب دواء غالي شوية هتروح للدكتور تدفع الفيزيتة وهكذا فدمش نراس عشان اللي بيفيد ده مش حرام علي يعني ان ناخده انت ما بتاخدوش انت مش واخد بالك ان انت ما بتاخدوش ده انت بتصرفوا عليها من طريق تاني مش انت والدتك الكريمة دي ربنا سبحانه وتعالى يمد في عمرها ويجزيك خير الجزاء ده انت ده انت قاعد في الجنة هالجنة تحت اقدام الامهات ربنا سبحانه وتعالى يجزيك خير الجزاء ويجعلك مثال وقدوة للسامعين والمشاهدين انهم يعملوا زيك والاخواتك نعم فانت مش واخد بالك ان المصاريف مش علاج بس واكل وشرب بس ده انت في سكنة وفي اه مساحي غسيل وفي اه تفاصيل معيشية هم مش واخدين بالهم منها وانت اكملنك ابن بار وبتبصش في الحاجات دي مش واخد بالك منها لا مجالة للمطالبة هنا لان ده مش ميراث اذا اتحوش مبلغ فائض عن نفقتها فده بعد عمر طويل حتى مش دلوقتي نبقى نتكلم في حكاية مين يورس ومين نصيبه قد ايه وكذا اه اتصال تاني قالوه يا استاذ فاطمة يا استاذ فاطمة طيب طيب واحنا بنتكلم برضو عشان يبقى انه قيام الليل يبقى كل الامور بالنسبة للواضحة افضل الاذكار ايه في قيام الليل حيث يجد المسلم قلبه ايوه جميل انت شايف البك رايح فين ويكثر الله عند مثلا لا اله الا الله في الحوقلة في الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الاستغفار في قراءة القرآن ربنا سبحانه وتعالى حين ذكر الصلاة قال بعدها ولا ذكر الله اكبر تبذكر بايه حيث تجد لسانك وحيث تجد قلبك لا يزال لسانك رطبا بذكر الله اذكر بما تشاء وفي اي وقت تشاء وبأي صيغة تشاء ودعك من مشارب المتشددين امر الذكر على السعة ربنا سبحانه وتعالى قال فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذكرى فجعل الامر على السعة فلا حكرة فيها معايا الاسدوة اما اهلا بك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي السلام كل سنة وحضراتكم طيبين وانت بالصحة والسلام يا فن من فضلك انا عايزة اسأل فضيلة الشيخ تفسير اية قرآنية من فضلك تفضلي يا فن ايه السلام عليكم يا فضيلة الشيخ ما الاية يا فن الاية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم يا اخت هارون ما كان ابوك برع سوء وما كانت اموك بغية ما المقصود بيا اخت هارون من فضلك حاضر هي ستنا مريم رضي الله عنها كلها اخوات ولا ما معنى كلمة هارون حاضر يا فن بشكرك شكرا جزيلا يا فن بشكرك شكرا جزيلا يا فن يا استاذ اصلا اهلا بيك استاذ اصلا اصلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا فن اتفضل يا فن اتفضل يا فن ايه السؤال والدي توفى وسيد زوجة وترك توفى وترك زوجة ايوة وولدين من الزكور وخمس بنات وولدين وولدين وكم بنت خمس 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 بنات ايوة والمراس المراسل الموجود ستة ستة قرارين ستة قرارين كيف توزع انت حضرتك ازاي توزع هذه التاركة صح بالضبط يا فن بم ايزار بس ستة دولي توزعوا ازاعة للولدين والخمات حاضر يا فن بشكرك شكرا جزيلا يا اصلا فضل الشيخ احمد وسام امين الفاتح فضل الافتالة المصرية اسمحنا نطلع فاصل قصير اتفضل ثم نعود ونجيب على كل ما لدينا من تساؤلات ابقوا معنا سمعت ان فيه ناس بتقول ان القرآن على الميت مش بيوصل له فدي حاجة طبعا مزعل الواحد ان ازاي يعني القرآن بنقرار لرحمة الميت مش بيوصل له ابقتلت في الشغل معايا ببنات هل الشغل ده حلال ولا حرام الضابط الشرعية لعمليتنا للأعضاء في المستشفيات وكده اهلا بحضرتكم فضل الشيخ احمد وسام جد اترحيب بفضلتك اسمح لنا نجيب على ما لدينا من تساؤلات ونبدأ باسئلة الشارع او الولد في التقرير هل القرآن يصل الى المتوفى احنا في الحالة دي هنجاوب السؤال ده وبرضه استفسار الست محمد بتسأل عن نفس احييك احييك على هذا المعنى بتجمع الاسئلة المشتركة في اجابة واحدة نعم فهو الحاصل ان الثواب يصل الى المتوفى وينفعه الله سبحانه وتعالى به بالدعاء ان انا لما بقرأ القرآن بعمل ختمة بقرأ عند المقابر بصلي صلاة نافلة واقرأ فيها زي ما الست محمد بتقول جزئين وثلاثة ثم اقول بعد هذا العمل الصالح اللهم هب مثل ثواب هذا العمل سواب هذه التلاوة هذه الصلاة هذه الختمة الى روح فلان فالله سبحانه وتعالى الذي قال واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان يستجيب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء فيجعل مثل الثواب لهذا المتوفى عند الناس خلط يقول لك اذا مات ابن ادم انقطع عمله يعني انقطع عمله هو بنفسه من الدنيا ما يقدرش امي صلي فياخد على كده ثواب لكن هبة الثواب تجوز اليه بل ان بعضا ممن اختصهم الله سبحانه وتعالى يستطيع ان يؤدي مثل ذلك مش سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في رحلة الاسراء يقول مررت بموسى يصلي في قبره عند الكثيب الاحمر وهكذا فاحنا يصل الثواب الى المتوفى بهذا الدعاء اللهم هب مثل ثواب هذا العمل او هذه التلاوة او هذه الصلاة النافلة الى روح فلان فان الثواب يصل الى هذا المتوفى بل قد ورد في بعض الاثار ان هذا المتوفى يباهي بهذه الهبة بين زملائه المتوفين فيقول لانها تدخل عليه هذه الهبة بين الموتى وهو بين الموتى يعني قرنائه من المتوفين يدخل عليه هذا الثواب في صورة هدية يقال له هذه هدية فلان اليك فيباهي يعرف من ارسلها اليه ويعرف من ارسلها لكي يطمئن قلب من ارسلها الى من يحب هي برضو عشان السؤال ما زال فيه او في تساول عند الحاجة ام احمد بتقول طب اذا قرأت القرآن في الصلاة الصلاة هل اهب ثواب ما قرأت في الصلاة ما هي هتهب ثواب الصلاة النافلة هتهب ثواب الصلاة النافلة للمتوفر ثواب الصلاة نعم بما فيها من ذكر وبما فيها من تلاوة للقرآن وبما فيها من صلاة على سيدنا رسول الله وكله طيب الاخ الكريب بيقول في فعملوك اي عمل كتيرا لنا زملات في نفس العمل يعني هو اختلاط في العمل ومن اجل العمل فبيقول هل يعني فيه مشكلة في الشغل بالشك ده ولا حاجة فيه شبهة في المرتب اللي بغضو او العمل ده اذا عرفنا ان الاختلاط المحرم هو التلامس او هو ما يفضي الى المحرم لا حلة المشكلة ليس مجرد تواجد الرجال مع النساء في مكان واحد يعد اختلاطا محرما انما الحرمة في الهيئة المحرمة كأن تظهر النساء ما لا يحل اظهاره لهن شرعا كيعني رقص النساء في وسط الرجال وكذا وليس مجرد الاجتماع وإلا لكانت تواجد في الشارع حراما نقل الاعضاء البشرية ما الضوابط هذه لدار الافتاء المصرية فتوى مطولة في هذه المسألة لان في ضوابط كثيرة وتفرق بين اذا ما كانت تبرع حال الحياة او بعد الوفاة وكذا فهذه الفتوى موجودة على موقع دار الافتاء المصرية على الانترنت وموجودة ايضا على التطبيق بتاع المحمول بتاع دار الافتاء المصرية نرجع لتسئلة السيدة المتصلين اول سؤال حوالين الصلاة الفائتة بتقول بصلي الفرض الحالي مع فرضين والنوافل اعمل فيهم ايه وفضلت الدكتور احمد ممدوح كان اجابة باستفادة حقيقة ولكن ربما يعني لم والتبس عليه الامر في النوافل لان النوافل كان سؤال لوحده يعني من اعتاد بعض النوافل كالسنة الصبحة الشفع والوتر هل تقضى ام لا فكان السؤال يعني ليس قرين الفوائت هو لعلها اختلط عليها الامر ده صحيح انه هو يكون قد قال لها اقضي الفوائت ولو على حساب ترك النوافل فهذا هو المعروف عند جماهير اهل العلم ان قضاء الفائتة المفروضة وهو ما يؤكد عليه كل ما شيخنا نعم اولى من اداء السنن قول واحد اترك السنن ايوا وانشغلي اشغلي هذا الوقت بقضاء ما فاتك من صلوات مفروضة لان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك قال لا كفارة لها الا ايه الا قضاء السيدة امه اهلا بيك السيدة امه تفضلي السيدة امه السيدة امه اهلا بيك تفضلي السلام عليكم ورحمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي فانا ممكن يا سيدة امه وطي التلفزيون وطي التلفزيون اسمعينا من التليفون وانتي عادتك بتقولي السؤال حاضر حاضر فضلي فانا حاضر لو سبحت والله ايه اه انا كنت اشتريت ارض اه من الحكومة وبعدين بعد كم سنة بعثها والده انا بعثها له هو سدد الاقافات بتاعتها نعم هل ده فيه حرمانية حاضر يا فانا اه شكرا بارك الله وفيه شكرا برجع ليه المبلغ فيه مبلغ في البنك بنية الحج وربط المبلغ ده على الحج هل عليه زكاة نعم اذا بلغ النصاب واجبت فيه الزكاة وما هو النصاب هو ان يبلغ هذا المال ما يساوي 85 جرام من الذهب عيار 21 فهي ليست مكلفة اصلا بالحج الا عند الاستطاعة وليست مكلفة بالادخار للحج فاذا ما ادخلت ولما تحج يعني الحد الوقت ما حجتش وهذا المال قد بلغ النصاب ويحول عليه الحول نعم تخرج زكاته حتى تنفقه فعلا في اداء فريضة الحج طيب استسامي اهلا بيك اهلا بيك فضال يا فنة من فضلك انا يعني لي اخ هو مزنوء في مصاريف المدارس ومدخل لده مدارس حاصة يعني اخي انا دلوقتي عايز اطلع الزكاة وعندي كل الزكاة مفروضة طلعها ينفى عدل اخوية منها حاضر يا فنة بشكرك شكرا جزيلا ستسمعين الاجابة بعد قليل يا فنة برجع لي طب عندي تصل تاني سوزي شام سوزي شام اهلا بيك يو سوزي شام اهلا بحضرتك يا فنة ايوه يا فنة اهلا اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك اتفضل. فضلت الشيخ احمد مع حضرتك. اتفضل يا فاند. ماشي يا فاند. مستفند بقى انا رجل رجل ربنا فتحها علي شوية. الحمد لله رب العالمين. ربنا افتحها كمان وكمان. امين يا رب فتح محال بطلع فيه تقصيد. حال اللي بيع بالتقصيد. نعم. اه. بضعه بالتقصيد انا انا المكان بتاعي في بلد ارياف. طبعا الارياف ديك طبعا ما حدش في بيشتري كاش. كله بيشتري. تمام. طي. اه. تمام. فانا عايز بس اعرف النسبة اللي تنحطها اديه عشان ما يباشفها حرام. وازاي طلع التواصيل ده يمشي ازاي. هنا طبعا عندنا بياخدوا على السنة والسلاتين والتلاتة. طبعا هم بيجوا بق بق. بيجي مسلا في واحد عايز اشتري مني تلاقي. انا فتح اجيزة كارضية وعدوات مهدلات اجيزة. ماشي. نعم. بيجي مسلا بيقول لنا عايز اعرف سعر كاش وسعر التواصيل. ده صحيح ما هو لو اشتري كاش هتقول له سعره كزا. ايو 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 ما انا انا فيه ناس بقول لها. طبعا. وفيه ناس بالجيني فيه ناس بالجيني تانية بتقول لي لا انا عايزين اعرف سعر الاسترات لان احنا سمعين من الناس ان يضحراه. طيب اه 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 استاذنا ان شاء الله فضلت الشيخ احمد هيوضح لك الامر اه استاذ اشام بتفصيله ان شاء الله. فشكرك شكرا جزيلا برجع لي السيدة هند يعني ربط الله على قلبها آمين وألهمها الصبر والسلوان وبركة في أولادها آمين يا رب وطبعا من نفحات التي اختص الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة ببركة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن من يموت بهذه الطريقة فهو في منزلة الشهداء فهو في منزلة الشهداء نعم ويأخذ أجر شهيد ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما تعدون الشهيدة فيكم فقالوا اللي هو بيموت في الحرب وكذا فقال إذن شهداء أمتي لقليل ثم عدى يعني أصنافا كثيرة منها من يموت في يعني دون عمل ورح يشتغل وراجع من الشغل وتوفي في حادث سيارة نعم وهناك أيضا حديث أن من يموت في غربة فهو جديد يعني يموت متعدية بقاه مش في حادث ولا حاجة فما بالنا أنه قد خرج للعمل وأنه قد مات إثر حادث يعني رغما عن أنفه فهذا له مثل ثواب الشهيد وهو في منزلة الشهداء ويشفع في أهله إن شاء الله ولها ثواب رعاية اليتيم من بعده حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشرها وأمثالها بشري يا أستاذ أهد بأنها يعني تزاحمه على باب الجنة الله يعني جنبه كده نزأ فيه يعني دخل معاه في معيته صلى الله عليه وآله وسلم زي من يقوم الليل هو في معيته سيدنا رسول الله من يقوم الليل خلينا نرجع لموضوع الحلقة يقول ربنا سبحانه وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك معك مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله المعية المعية معية الحضرة الشريفة الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكتمل بهذا المعنى إن الله معنا نعم هذه المعية يعني من يتلقى هذه البشارة يا أستاذ أهد يعني برغم هذه الأحزان اللي حضرتك فيها يستبشر ويرضى رضاء كاملا بقضاء الله وقدره نعم نعم طيب يعني هاخد بس التساؤلات اللي معي على التليفون أستاذ أمات الله أهلا بيك طيب أستاذ إسراء ألو يا أستاذ إسراء أهلا بيك تفضلي يا فندي أستاذ إسراء ألو يا أستاذ إسراء أهلا بيك سمعينك حضرتك سمعانا ولا لا طيب حتى تعود تتصالات مرة أخرى هي بتسأل سؤال برضو مهم هل يعني لو صبرت وربت أولادي دون دون أن أتزوج مرة أخرى يعني هل يعني ثواب إيه وهل يمنعها إنها تتزوج مرة أخرى أن تربي أبنائها أبدا لا يمنعها يعني الموضوع يعني أنا نتكلم عنه بكل جوامبه يعني أسألة الزواج لا علاقة لها بالثواب أيوة يعني سواء تزوجت فراعة اليتيم أو لم تتزوج وراعة اليتيم فلها ثواب هذه الرعاة أيوة نعم لأن الفقهاء اختلفوا في كده هل يختاروا لها الأصلح ولا تلحق بآخرهم ولا كذا لكن فضل الله واسع وهي واضح إن هي يعني بتحب حب شديد أوي يعني هتكوني في معياته يوم قيامة إن شاء الله معي اتصلت لفوني ألوه طيب حتى تعودت صلاة مرة أخرى أرجع لي صلاة الأوابين نعم عايزين نعرف صلاة الأوابين متى وكم ركعة هو ما عليه الجمهور إن صلاة الأوابين كما ورد في بعض الروايات حين ترمض الفصال اللي هي صلاة الضحى وصلاة الضحى عندنا يعني تبدأ من بعد شروق الشمس بثلث ساعة تقريبا إلى ما قبل أذان الظهر بمقدار درجة شمسية يعني حوالي أربع خمس دقائق في رواية الحديث كده حين ترمض الفصال اللي هو الوقت بتاع الصبح ده ارتفاع الشمس قبل أن تصل إلى مرحلة الزوال وفي بعض الفقهاء من حملها على بعد المغرب وست ركعات وكان المهم إن إحنا نصل يعني صلتيها الصبح حيتقبل صلتيها بعد المغرب حيتقبل سبحانه وتعالى المهم إن أنت تعمل العمل الذي تستطيعين المداومة عليه طيب هل هو رأي الأكثر الأكثر ورودا هو الصلاة بعد المغرب إحنا مش عاوزين ندخل في الصنعة الحديثية بمقدار ما إحنا عاوزين نرغب الناس في شعر الخير شكر الله لك وفعلوا الخير لعلكم شكر الله لك طيب اسوة راجف بيقول في واقع الأمر يعني السحر والدجل والحسد والدجلين بقى والمشتغلين بهذه الأمور اللي بتحكوا على الناس بيقول كده يعني الناس بتحكوا علينا كتير ايه الرشدة اللي نعملها العلم 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 ليه بقى؟ لأن العلم هو اللي هيكون عندنا العقلية العلمية إيه العقلية العلمية دي؟ اللي هي ضد عقلية الخرافة طب إيه الفرق أن العقلية العلمية ترجع الظواهر إلى أسبابها ترجع الظواهر إلى أسبابها المادية المعقولة طب أنا برضو ونظرت في كل الأسباب المادية ودي حاجة لا ملهاش إلا السحر ملهاش إلا الحسد خلاص أعمل زي ما علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إننا أحص النفس بالأذكار بالفاتحة بأيت الكرسي بالمعوذتين بما شاء الله لا قوة إلا بالله بكثرة الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكثرة الذكر عموما فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وهكذا إذن بالعلم نتغلب على هذه الظاهرة السيد رجب يقول هناك رجل كريم نبيل يعطيني مبلغا يعني أشتغل به وبرجحوله ربنا بيكرمني بالمبلغ وبرجحوله زي ما هو بس نفسي أدي له هدية نفسي أدي له حاجة من عندي أنا يعني الرجل لم يشترط علي ده الرجل بيديني كده أشبه أو هو قرض حسن ويعود إليه ده ده من الشكر الله ده ده من الشكر إننا إذا أحسن إلي فإني أجازيه فهذا لا علاقة له بالربا ولا علاقة له بالتحرير ما ده أنت عن طيب خاطر مني أنا ما فيش فيه اشتراط بالعكس ده سيد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ده أنت كده بتحيي سنة إن سيد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرد ويشكر نعم والشكر زيادة يرد ويزيد نعم طالما من غير اشتراط طالما من غير اشتراط هنروح لي محمد اللي بتقول طيب هل هنا هنا تمزيق الورق التي كانت بين الزوج والزوجة حيال هذا الزواج هو معنى كده تم الطلاق إحنا هنجاوب السؤال ده من شقين شق عام ولا نحكم على هذه الحالة بخصوصها إن مجرد تمزيق ورقة الطلاق ورقة الزواج سواء بقى كان الزواج ده موثق أو غير موثق يعني رسمي أو غير رسمي هذا لا يعد في حد ذاته طلاقا ده الشق العام لكن الشق الخاص إن في خصوص هذه الحالة لا ده محتاجة تحقيق ليه لأنها متعلقة بالأبضاع وبالفروج فبس تأذن صاحبة السؤال إنها ترشد الست دي إن هي تروح بنفسها إلى در الإفتاء المصرية عشان تعود كده قدام الشيخ ونفهم كده بالتفصيل الدقيق الممل زي ما بيقولوا كيف تم هذا الزواج وما الذي نشأ في أثنائه وكذا عشان نقدر نصل بشكل يقيني هو الطلاق ده يعني أو هل الزواج من بعد ذلك صحيح ولا لا أو الزواج الأول أصلا كان صحيح ولا من الصحيح أجبنا على الأسئلة التي تليها أم أحمد حول القرآن وقرأت القرآن في أم محمد بتتكلم على زكاة المال في البنك أيوة وهو مدخر الأصل إنه هو بتجب فيه الزكاة كلما حال الحول بنسبة 2.5% ده أجبنا على هذا السؤال هذا بتاع الله كان مدخرا للحاج أجبنا نعم دلوقتي يا أخت هارون يا أخت هارون هنبدأ من عند السؤال لأن كل الأسئلة التي بعد كده أجبناها باشتراكها مع أسئلة أخرى وفي سؤال أجبناها مباشرة على حلل السؤال يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوئة نعم وما كانت أمك بغية قيل إنها عليها السلام كانت من نسل سيدنا هارون وهناك قول آخر كان لها أخ صالح مشهور يعني معروف في أهل زمانه كان اسمه هارون هروح لي أستاذ أصلان أستاذ أصلان تكلم على ترجع التاركة تاركة ولدين توفي وترك زوجة وولدين وخمس بنات والتاركة كانت ستة أراريت الزوجة لها ثمن واحد على تمانية والباقي للإبنين والخمس بنات للذكرة مثل حظ الأنثائي طب القراريت دي مش هنوزعها بالضبط ليه لأن احنا عندنا الأرض فيها تمايز اللي على الشارع غير اللي جوه ما احنا لما بنيجي نقسم هي دلوقتي ستة قراريت والنسب دي اللي هي التمن والباقي للذكرة مثل حظ الأنثائيين على المشاع على المشاع لكن لما نيجي نفرز بقى ونقطع لكل واحد قطعة لابد أن يكون هناك تمايز فهنقيم بقى بسعر السوق مش معقولة اللي هياخد على الشارع زي اللي هياخد جوه لأن السارع فرق كبير يعني فرق كبير في السارع من هنا وهنا نعم وإما أن احنا لو هنوزع بعدد الأمطار زي النسب بالضبط يبقى هيطلع إما لي أو عليه طيب دلوقتي اشتريت قطعة أرضن الحكومة وبعدين بعتها الحد والحد ده هو اللي أو لآخر وهذا الآخر هو الذي صدد الأقصاد فهل علي يعني فهل أنا كنت غلطانة شرعا بهذا التصرف هي دي مسألة تتعلق بالإجراءات إيه هو المسموح في ليحة تخصيص القطعة دي فدي نرجع فيها ليه الليحة هل الليحة تسمح بهذا ولا لا تسمح أيوة طيب دلوقتي السيدة الكريمة نفس السامية بتقول أخويا أولاده دخلوا مدارس خاصة وأصبحت عنده أزمة في سداد المصروفات بتاع أولاده فهل أعطيه من الزكاة أنا فهمت من الأستاذة الكريمة أنه قد وصل إلى حال الإعصار أيوة يعني أصبح هذا المال دينا عليه بحيث لا يستطيع أن يسدده أيوة فطبعا من مصارف الزكاة كما نعرف جميعا الغارمين فهو في هذه الحالة يكون من الغارمين فتعطيه من الزكاة ولها ثوابان ثواب الصدقة اللي هي الزكاة وثواب صلة الرحل فالأقربون أولى بالمعروف الشيخ عامد وسام الأساسي الشام وحيه يعني أنا أخد فرصة كده فيما أتبقى من دقيقتين في هذه الحلقة الآن بتوضيح البيع بالتقصيد البعض يرى أن البيع يعني فاكد أن البيع بالتقصيد حرام اتنين طيب طيب لو إيه نسبة أحدد نسبة على أي أساس في البيع والشراء هل لازم أعرف اللي هيشتري مني سعره كاش وسعره بالتقصيد البيع بالتقصيد هو يعني اللي بيقول حرام بيخلط بينه وبين الربع أيوة ليه بيخلط لأن النتيجة واحدة النتيجة في النهاية واحدة ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حين فرق لنا بين الحرام والحلال في هذه المسألة لم يذكر لذلك سببا بل إن سياق الآية يعني يفهم بأن الله سبحانه وتعالى قد وافقهم على أن النتيجة واحدة ولكن تعبدا أحل الله البيع وحرم الربع ما هو لما استشكلوا آله إيه ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربع مثل الربع في النتيجة يعني وأحل الله البيع فالله سبحانه وتعالى لم يذكر فرقا وإنما ذكر جملة يفهم منها التعبد أحل الله البيع وحرم الربع ولذلك فاستنبط العلماء من هذه الآية الكريمة قاعدة فقالوا إذا توسطت السلعة فلا ربع يعني طالما أنا في سياق بيع وهناك سلعة فلا ربع يزاد في الثمن لأجل الزيادة في الأجل لكن أنا في الآخر بدفع إيه بدفع ثمن سلعة ولكن لأن الثمن مؤجل فثمنها يكون غاليا نسبيا لأن الاتسادة يبعى التراخي نعم طيب ما أنا كده بحقق العدالة أصلا ما هو لما بيبع لي الحاجة الحاجة أم ألف النهاردة وأنا هسددها بعد سنة بآجل وليس عاجل ما هو بعد السنة هيببى برضو سعرها هو الإصط اللي أنا تقريبا المقيمة الزمنية للنقود بتختلف ربما ولكن يعني هو بيسأل برضو النسبة اللي حطها إزيادة إيه ليس هناك نسبة قد ألزم بها الشرع ولكن إحنا عندنا حاجة اسمها رعاية حقوق الناس ورعاية حقوق المستهلك زي ما احنا عملناها كده حماية المستهلك وعندنا برضو حاجة جميلة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا إياها قال من ولي من أمر أمتي شيئا ما هذه نوع ولاية برضو أيوة فرفق بهم فارفق بهم الله الرفق وما دخل الرفق في شيء إلا زانا ده الراجل جيه يوم القيامة في الحساب ونصب الميزان خلاص هيخش جهنة ما فيش عملش حاجة قال يعني ما فيش حاجة تذكر أن أنت عملتها تشفع لك قال لا والله يا رب إلا يعني بالمعنى كان عنده مال وكان يسلف الناس وكان إذا أرسل وكلاءه لحصل فكان يقول لهم أنظروا الموسر فنظرة إلى ميسرة ومن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وتجاوزوا عن المعسر الله الله وتجاوزوا عن المعسر فكانت جزاؤهم تجاوز الله عنه سبحانه وتعالى فرد الشيخ أحمد أسام أمير فتب در الإفتاء المصرية شكر الله لك دائما نلتقي على هذا الخير أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين الكرام دمتم في رعاية الله وأمنه إلى اللقاء شكرا لكم اشتركوا في القناة